السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا بناتنا الأعزاء طلاب السنوية العامة أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج مدرسة على الهوى ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية يشرفنا في هذه الحلقة أن يتواجد معنا أستاذ يشيم درويش خبير مادة الجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم منورنا في لقاءنا اليوم يا مصر يشيم أهلا بك يا سيد محمد وأهلا بالجميع أبناء الطلاب وبالمناسبة السعيدة ديتها هنأ جميع مصر كلهم وخاصة الأخواننا المسحيين طلابا وأسادسا بعيد الميلاد المجيد كل سنوات طيبين جميعا يا رب ويا رب تكون أيامنا جلها كلها كل أعياد يا رب علينا جميعا المصريين يا رب كل سنوات طيبين ربنا يدوم علينا اللحظات الحلوة والأوقات السعيدة ربنا يهانينا بأعيادنا جميعا يا رب ويجعل بلدنا أمن وسلام وطمأنينة دايما يا رب يا رب يا رب بنستكمل لقاءنا مع نظرية الإنجراف القاري ألفريد فيجنر عالم ألماني أشار إلى أن قرات العالم قديما كانت كتلة واحدة هذه الكتلة الواحدة في حجبة الحياة المتوسطة منذ بالتحديد 220 مليون سنة بدأت في التحرك بدأت في الانفصال بدأت في الإنجراف يمكن أول ما انفصلت وحصل لها تباعد تكونت قارتين قارة باسم لوراسي أو قارة الشمالية العظمى وقارة أخرى باسم جندوانة أو القارة الجنوبية العظمى وصلت القارات لوضاع الحالي في زمن البليستوسين أخذنا الشواهد اللي أكدت نظرية الإنجراف القاري وبدأنا رحلتنا مع هذه الشواهد بالمناطسية القديمة مستر ريشام إحنا لازمنا في الشواهد اللي بتؤكد حدوث الإنجراف القاري عايزين نأكد على جزئية الإنجراف القاري بقى ونأكد عليها مرة تانية والله هو فيجنر مشكوراً دائما حضرك أشارت كده إنه قال إن القارات كلها كانت قارة واحدة ثم بدأت انقسام لقد موسط للوضع الحالي في القارات اللي هو إيه في زمن البليستوسين أخذنا شاهد اللي هو كنا نتكلمنا عنه المرة الفاتت كان يسمه إيه المغناطيسية القديمة وأثبتنا بالمناطسية القديمة إن القارات فعلاً كانت قارة واحدة وبدأت تنجرف عن بعضها ومنهم برضو كان شاهد تابع المغناطسية القديمة اللي هو التساق على المحيط أثبتنا إن قارة المحيط بيتسع عن طريق الاشرات المعناصية وطبعا بالتالي اخبط ايه ان القار محيط بيه التاسع فبالتالي قررت بتاته بعد دي نقطة هندقل في النقطة التانية الشاهد التانية عشان يدعم الشوائد اللي بتدعم كلام فيجنر ونظريته المتبخرات القديمة المتبخرات القديمة دي طبعا بتعتمد على حاجة مهمة اوي الكرة الارضية لو فرضنا هعملها بس ببساطة ولا سيد محمد يوراني جميلة اوي ادي بكرة الارضية هي الكرة الارضية دي ده خط الاستواء كنا اخدنا في المراحل السابقة ان فيها حاجة اسمها نطق مناخية مدر السرطان مدر يعني هم ايه كل خط من دولت ده بس спасибо استواء ده المدرد هننشوفها مع صد محمد دلوقتي فكل واحدة لها صفات مناخية محددة صفات مناخية محددة هننشوفها مع صد محمد دلوقتي ونشوف النطق المناخية ونبدأ على سين نتكلم على كلمة ايه المتبخرات او المناخ القديم المناخ القديم نشوف كده مع بعض أبنائنا بناتنا الطلاب شهد تاني عندنا بعنوان المناخ القديم المناخ القديم وإحنا بنبص كده الأحزمة المناخية المختلفة بنجد أن هي بتترتب في نطق متوازية في صورة أشريطة الأشريطة ديت تمتد من الشرق إلى الغرب نقدر عن طريق المناخ القديم نستدل على حدوث لينجرافقار لو تخيلنا أن خريطة العالم قدامنا بالشكل ده كده تعالوا كده نشوف بعض هذين مناطق المناخية عند خطة الاستواء مناطق ديت كلها مناخة استوائية طيب كل ما بنطلع تجاه الشمال أو الجنوب بنجد فيه نطق مناخية أخرى المناخ المداري أو بنطلق عليه الصحراوي بنلاحظ أن هو شمال المناخ الاستوائي وجنوبه يبقى كده فيه أشريطة بتترتب في الاتجاه من الشرق تجاه الغرب أشريطة دي كلها متوازية بدأت بالمناخ الاستواء عند خط الاستواء ثم المناخ المداري يليه أيضا المناخ المعتدل أو مناطق المراعي الطبيعية أو مناطق الأعشاب لو جينا شوفنا بعد كده الغابات متساقطة الأوراق أو بيسموها أحيانا الغابات النفضية اللي هي بتتساقط أوراقها فصل الخريف ثم الغابات الصنوبرية بيسموها أحيانا الأشجار المخروطية وفي النهاية المناطق القطبية المتجمدة تجاه القطب الشمالي وتجاه القطب الجنوبي أحيانا بيطلق عليها برضو لفظ التندرة طبعا لفظ التندرة ده هنتعرض ليه بعد كده في علوم البيع لو جينا شوفنا يبقى كده فيه مناطق مناخية مختلفة إحنا الوقت مع جزئية المناخ القديم هنركز قوي مع نصف الكرة الأرضية الشمالي ونأكد بقى على مجموعة تغيرات حصلت في نصف الكرة الشمالي بيؤكد أو بيدعمها فكرة المناخ القديم ونبدأ مع مستر ريشان بأول جزئية اللي هي جزئية المتبخرات القديمة المتبخرات القديمة بسم محمد كنت احنا تعرضنا لها عشان بس برضو دايما أبنائي اربطوا الأحداث عاوزين نربط الأبواب نربط الأبواب ببعضها لما نقول حاجة أنا أقول المتبخرات أنا اسماتك اللفظ المتبخرات ده اسم محمد قبل كده في الصخور الرسوبية الكيميائية قلنا الصخور الرسوبية الكيميائية الصخور التي تكونت نتيجة تبخر المياه وترصب الأملاح تبخر المياه وترصب فلما تتبخر المياه وترصب الأملاح أخدنا مثال لها المتبخرات فالمتبخرات دي المتبخرات دي كان من ضمن الأمثلة اللي أخدناها الملح الصخري الجبس والأنهايدرايد فده اتخدناها المتبخرات القديمة لو انا تخيلت خارطة العالم تخيلت خارطة العالم كده بالمنظر ده ايه المناخ المناسب ان يتكون في المتبخرات تقبل نتيجة تبخر المياه وترصف الاملاه فانا اتخيل المنظر ده زي ما السيد محمد كان مشهور لي دلوقتي ده هو في المدار المناخ المداري المناخ المداري او الصحراوي ممكن للا المتبخرات ممكن تترصف المنطقة دي ليه حر جدا امطار نادرة يبقى ممكن تتكون يعني زي حتى يمكن هنعرف بالكاية في البيئة ان المساء الاملاح تركيزها بازداد جدا في البحر الاحمر في الخليج العربي نتيجة طبعا ارتفاع درجة الحرارة طب انا لقيت متبخرات في القديمة يعني في الوصول القديمة موجودة في اقصى شمال الكرة الارضية في حت هنا في اوروبا في هنا في اقصى شمال الكرة الارضية يا سيد محمد المنطقة دي باردة جدا امطار غزيرة جدا لا يمكن تتكون فيها متبخرات ابدا فكوني ألاقي متبخرات هنا بدك دليل ان ان كان في يوم الايام لما تكونت اهي تكونت في الحتة دي اهي في اوروبا وفي امريكا وبين حصل انجراف قاري فوصلت للمنطقة دي كانت موجودة لما سات مدى يعني معنى ذلك ان القارات الجزء بتاع شمال اوروبا دوت وجزء بتاع امريكا الشمالية كان موجود تقريبا في المناخ المداري اللي هو دوت ثم حدث انجراف قاري وده بالدعم الانجراف الايه القاري دي واحدة يبقى كده وجود شاهدات يجي يقول لي علي الوجود سخور رسوبية من امثلة الملح الصاخري مثلا او رواسب المتبخرات في مناطق شمالية شمال اوروبا شمال كندا اول ما يقول لي حاجة زي كده هقول له الاجابة باقتصار شديد المنطقة دي كانت منطقة مدارية قديما منطقة كانت حرارتها مرتفع منطقة جافة وبعد كده انتقلت لمكانها الحالي نتيجة حدوث الانجراف القاري شاهد اخر يؤكد فكرة المناخ القديم وتغيره عن المناخ الحالي عايزين نأكد على جزئية الحفريات مصر جام وحفريات الشعاب المرجانين الله يفتعلك الشعاب المرجانين ممكن برضه يعني اخدناه برضه كمعلومة اخدنا عنها ان الشعاب المرجانين Rescue yhteتكون في بيئة صفية رائقة مياه دافئة مياه دافئة يimsical المياه دافئة يمكن التالي محتاجة مية تكون دافئة يبال الناخ اللي هنا في المنطقة دي يكون مناخ حوار جدا برضه يبقى هو المناخ المداري الشعاب المرجانين احسن مكان ممكن تتنمو فيها وتزدهر المناخ المدى يعني هادي لك كمسلا لما بنيجي نصيف بتشوف شعاب مرجانية اكتر اسم محمد في البحر الاحمر ولا في البحر المتوسط في مصر في البيع المصري تواجد الشعاب المرجانية في مياه البحر الاحمر يعمت بقى ايه جنوب سيناء رأس محمد المناطة دي بتكسر فيها الشعاب المرجانية وحتى دايما نقول مثلا البحر الاحمر نقوله علي ماشته يعني ممكن نروح دولة عوم يعني مكان نوعا ما جميل جدا المناخ الدافئ لذيذ ممكن ايه تتقع يبقى الشعاب المرجانية تنمو وتزدهر في المناخ المداري فالنماذي نجي نبص برضو عن ومعنى ذلك ان كان برضو نفس الفكرة يبقى الشعاب المرجانية تنمو في المناخ المداري وهي دلوقتي موجودة في المناخ ساعة ما نمت كده وحصل انجراف قاري فوجدتها أنا حاليا في المكان ده فده يدل معي على حدوث انجراف قاري عندنا كده سؤالين يا بصر رشام لازم نفرع ما بينهم كويس السؤال الأولاني لو قال لي علل وجود حفريات لشعاب مرجانية في مناطق مرتفع عن اليابس او مرتفع عن سطح البحر طبعا اجابة هنا تختلف لما اقول علل وجود حفريات لشعاب مرجانية في مناطق باردة او في اقصى شمال الكرة الارضية عايزين نأكد على الجزائية دي تانية مصر رشام لما يجيني شؤال بيقول لي علل وجود شعاب مرجانية شعاب مرجانية في مناطق يابسة وجود شعاب مرجانية في اقصى شمال الكرة الارضية في مناطق باردة المناخ حاليا بص يا زي محمد الله يبتح لك سؤال جميل جدا 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 طالما في مناطق احس من السؤال شعاب مرجانية في مناطق يابسة او في مناطق اعلى من مستوى سطح البحر يبقى ده السؤال ده على طول باجابته بسبب وجود حركات ارضية عاو سؤال رفع يبقى ترخيرك اوي ممتاز خلي شوال السؤال متشابه جدا شعاب مرجانية وشعاب مرجانية طب شعاب مرجانية في اقصى حس فيها حركة حس فيها مشت يمين شمال مشت اللي في اعلى في اقصى شمال الكرة الارضية في مناطق باردة المناخ حاليا يبقى بسبب حدوث انجراف قاري او حركة القارات او زح زحة القارات وانا بحب الاتنين دولار ده وده اكتر هيدي صح جدا 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 بس المابني بيحفظ حركة القارات وحركات ارضية ممكن احيان بيدخلوا في بعضهم فانا بحب هي دايما ابني يعود نفسه حركات ارضية انجراف قاري او زح زحة القارات يبقى ده السؤال ده مهم جدا جدا وجزاك الله خير اسم محمد على المعلومة معنا اتصالة مستر رشام صارم الاخصر اهلا وسلم بك يا صارف القارن اليوم اهلا وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مستر انا كاعدة اتصال تفضلي اه انا معايا اخت سندية تانية سنوز تمام تمام هي محتارا هي عادة تكسم تلتة سنوز على سنتين تمام هي ضغط لو جسمت يعني السنة التانية حتى الجماعة تفعلهم النظام الجديد فتبقى ايه نظام الانتحانات والتنصيق وتبقى اخه اه طيب نشوف برضو الرأي كلا في اي سبصار تانية صارة غير اتصال بتالك دوت لا شكرا تابعينا وتابعي مستر رشام هيرد عليك في الجزئية دي كويس انا ببني اكلمك يا صارة وبحييكم وبحيي كل اهل الاقصر بس والسؤال دوت السؤال اداري يعني استعدينك لو تقدر ترجع لشؤون الطلبة سواء في المدرية عندك او في الوزارة عشان يجاوب السؤال ده لان دوت سؤال اداري بحث والاجابة عنه ايه يعني في خارج تخصصنا قال انه ايه ميخصش الجيولوجيا الوحدة يخص عامة الثانوية العامة فقوانين الثانوية العامة نقدر نخدها من شؤون الطلبة او شون الطلبة او الامتحادات بس ايه يقدروا يجاوب عليك الاجابة عشان يبقى في الامان جدا 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 وربنا وفاك ان شاء الله اه نرجع لجزئيتنا مرة تانية مصر الشام احنا كده في جزئية المناخ القديمة قولنا رواسب المتبخرات تؤكد ان المناطق المناخية القديمة على سطح الارض تختلف عن المناطق الحالية اخدنا حفريات مثال لحفريات خلي بالكو انا بكرر مثال لحفريات او المثال لحفريات اكد حدوث الانجراف القرية هو الشعاب المرجانية عايزين مثال تالت امصر اشان في جزئية المناخ القديم رواسب الفحم برضو لينا واقفة مع رواسب الفحم ده وقفت وقفت يا سمو حمد وقفت كتير اوام مع الفحم وولادنا ياخدوا بالهم منها الفحم اتكلمنا عنه قبل كده ان هو بيحتاج بيحتاج بيتكون الفحم اللتيجة كتافة الغطاء النباتي بيحتاج سون منبسطة تربة خصبة غنية بالعناصر مناخ راطب الشروط دي احسن مناخ ليها ومتوفر تمام في المنطقة الاستوائية في المنطقة الاستوائية ممكن يتكون بيبقى فيه كتافة في الغطاء النباتي جمدة جدا 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 فممكن يتكون هنا الفحم بغزرة كون ان انا الاء فحم في المنطقة المدارية دي يا محمد يعني مش كسافة في الغطاء النباتي فيه نباتات اه بس مش كسافة في الغطاء النباتي يعني معنى ذلك المنطقة دي كانت في يوم من الايام كانت في يوم الأيام منطقة المنطقة دي كانت في المنطقة الاستوائية وحدث انجراف قاري كانت في المنطقة الاستوائية وحدث انجراف قاري ولو تاخد بالك برضو حضرك هتصنقني دراتي في حتة بالنسبة للفحم اني لسه واخدينه برضو في الباب ده جزئية الحركات الارضية برضو الفحم يتكون في المنطقة الاستوائية وجوده حاليا في المناخ المدارية دليل على حدوث الانجراف القاري اجيني بقى سيلة في الفحم عشان الفحم فيه احنا كده احنا كده وقفنا مع الفحم مصر الشام وقفات كثيرة من اول الباب الاول عايزين اسم رواسط نباتية شركة في تكوين الفحم بنأكد على الاشجار الحرشفية والصار خاصية اخدناها في الجزئية بتاعت الوصول الجيلوجية في الباب الاول مرة علينا بعد كده مصر الشام هل يعتبر الفحم معدن ام لا مع التفسير طبعا التفاعل ان هو ليس معدن لانه مادة عضوية وليس لها شكل باللوري اكدنا على رواسب الفحم في الباب التالت وان من الرواسب التي لها قيمة اقتصادية عالية فهي تعتبر كمصدر من مصادر الطاقة واكدنا على كيفية نشأة رواسب الفحم في الطبيعة لما قلنا ده كان صخر رسوبي يمكن التكوين من دفن بقايا البقايا ديت نباتية بمعزل عن الهواء خلال فترات طويلة بتفقد الانسجة المواد الطيارة وبعد كده بيتركز الكربون بتكون طبعات الفحم ديت مرة اخرى اكدنا كمانا هو في الباب الرابع لان رواسب الفحم تتواجد في مصر في منطقة بداعصورة رواسب الفحم شاركت في تفسير ظاهراتين وظاهراتين مختلفتين خالص ظاهرة الحركات الارضية وظاهرة الانجراف القاري نعكد على جزئية الحركات الارضية مرة تانية مصر الله يا كريم برضو ايه ان وجود الفحم وجود الفحم اسفل مستوى سطح البحر بصر اسم محمد في الجملة دي والشعب المرجانيات حس فيها كلمة عالي ومنخفض يعني حاجات منخفضة ومرتفعة وجود الفحم في مناطق مدارية وهي في الاصل والفحم ده مفروض انها نباتات تنمو في المناطق الاستوية كل اننا الاقي الفحم اسفل مستوى سطح البحر بدية طبعا اجابتها هنقول ايه بسبب حركات ارضية ده هنقول بسبب برضو زحزحت او حركة ايه الزحزحت او الانجراف الانجراف القاري الفحم كده اتكرر معي اسم محمد بتاع خمس مرات تقريبا ست مرات ولسه نكمل معنا الاخر باف في البيئة مصر شام يعني وإحنا بنزاكر بنأكد على ربط ما بين جزئيات المنهج ابناءنا بناتنا الطلاب ربنا يا كريم انا اضيف السؤال معلش بعد ازناك اسم محمد على السؤال ده برضو برضو وجود فحم وجود فحم في مناطق المستنقات في مناطق منطقة منطقة مثلا بدعة وثورة بدعة او يقول لي مثلا في العصر الكربوني برضو ده هنقول له ايه بسبب وجود سهول منبسطة طربة خصبة نفسر البيئة اللي كان مفروض يبقى موجود فيها الفحم يبقى نتفصل ونتكلم عنها ايه بتاعه برضو الله يفتح لك وجوده في مناطق المستنقات يبقى سؤال جميل جدا جدا النتيجة ايه لان ايه بتبقى المنطقة دي ملياسبة جدا للطمر السريع او للدفن السريع للنباتات بحيث ان هو يتكون فيها راصب الفحم ويتكون ايه الفحم فالفحم السؤال كبير يعني ولادنا يركزوا جمعهم كده مع بعضهم في نقط ويتبقى حلو او اول اجابة عنها ان شاء رحمن ربنا يكرمنا قريبا اه بناكد عشاد اخرى مصر ريشان الله يفتح بس المرادة نبتدي بقى شوية تشتهد شوية مع الاجزاء الجنوبية من القراط يعني في جزئية المناخ كنا بقول لجماعة حاجات غيرت البيئة بتاعتها اتجهت تجاه الشمال في اقصى الشمال في اقصى الشمال راحة شمال خط الاسوال عايزين بقى نتكلم على الاجزاء الجنوبية من القراط عايزين ناكد على جزئية المسالج القديمة مصر ريشان طب انا اسأل حضركم اولاد كي يركزوا معايا في الحتة دي انا هنا دقاط الاستواء هنا تقريبا تقريبا هنا مدار الجادي او يعني اللي هو المناطق المدارية بص يا اسم حامد انا هسألك على بعض المناطق وحضراتك ايه تجاوب معايا بالنسبة عن اولاد يعني بالنسبة لجنوب افريقيا المناخ فيها حر ولا بارد لا حر طب امريكا الجنوبية حر ولا بارد حر استراليا حر ولا بارد حر برض طب ناخد برضو الهند معايا لسبب ما قريبة من خط الاستواء برضو منطقة حر وبيننا في المناطق المداري حر جدا جدا طب القطب الجنوبية شديد البرودة طبعا مناطق قطبية طب انهولت بكلمة مثالك دي عشان ايه ببساطة قوي عشان نقدر نلجع للخريطة تاني المثالك دي اللي هو اي راصب تكونت نتيجة وجود فلك انا مش بتكلم عن التالج نفسه لو احنا خدها في الباب الخامس بالتفصيل ان التالج ممكن تمدده وانكماش وكلام دي ممكن يكسر للسخور يفتت للسخور فالراصب اللي بتتكسر نتيجة وجود تالج بعرفك كويس اوي اوي بقول عليها المثالج القديمة او راصب الثلاجات فبنعرفك يا جيولوجين بيرعرفها كويس المفترض المناطق دي الاقيها كويس اوي اوي ايا في المنطقة ايا في قطب الجنوبي او في اقصى شمال الكرة ارضية في القطب الشمالي اليها كويس اوي انا بقى جيت لنرجع لخريطة العالم لقيت راصب الثلاجات انت قلت لي امريكا الجنوبية حر امريكا الجنوبية حر والمناطق دي فكون ان انا الاقي في المناطق دي راصب الثلاجات منتشرة بكمية رهيبة جدا 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 يبدأ دليل ان القلاط دي كلها كانت في المنطقة الجنوبية وتكونت فيها راصب الثلاجات او بدليل ان وجيت قارة عظيمة تسمى زي ما حضرتك قلت لي قارة جندوانة ويريت اشوفها داع الفيديو هتبقى شكلها اشوفها بسرعة مسأل شام افضل يمكن لو جينا شوفنا كده عبناءنا بناتنا الطلاب نشوف الصورة اللي قدامنا دي كده الصورة ديت بتبين الاجزاء الجنوبية من القارات لما كانت كتلة واحدة قديما وكانت في صورة قارة جندوانة طبعا هنا الجزء ده من امريكا الجنوبية شايفين الجزء العبيد ده كل الجزء العبيد ده رواسب المسالج القديمة واضح جدا ان هي كانت في امريكا الجنوبية في اجزاء من امريكا الجنوبية في الاجزاء الجنوبية من قارة افريقيا في جزر تسمى جزر الفوك لند في القرقة بيه الجنوبية في الهند في استراليا شايفين كل المناطق البيضة ديت كان فيها رواسب مسالي قديمة هذه الرواسب بترجع الى حجبة الحياة القديمة المتأخرة حتى نهاية العصر التبشيري او العصر التبشيري العلوي وجدنا رواسب السلاجات في الاجزاء الجنوبية ديت من الكرة الارضية متشافة طب ده بيؤكد ايه ان اكيد الاجزاء الجنوبية للقرات ديت اكيد كانت متقربة كانت كتلة واحدة بعد كده حدثت لها تباعد نتيجة الانجراف القاري اكتر تشابه مصر الشام وجد العلماء ما بين رواسب السلاجات في افريقيا وامريكا الجنوبية طبعا التشابه الكبير ده بيؤكد ان القارتين دولا قديما كانت متصلتين وبعد كده حدثتهم تباعد نتيجة حدوث الانجراف القاري القاري الله يفتح عليك يبقى ايه كده ان القارات كانت قارة واحدة عظيمة نسمى ارض جندوانة وحدث انجراف ايه قاري طبعا بيعملوا الدراسات دلوقتي دلوقتي على القارة الشمالية وبيحاولوا ايه يثبتوها برضو في القارة ايه اللي كانت لها كتلوراسيا او في ايه في امريكا ايه واسيا اوروبا بيحاول يثبتوها دلوقتي نرجع بقى لأحد الشوائد الاخرى لو جينا شوفنا بقى الحفيرة مصر هشام حفيرة الحيوانية والنباتية والتاني مرة في الانجراف القارة بنؤكد لفظ الاحفير يمكن احنا لسا عالين الوقتي كان فيه احفير من الشعاب المرجانية كده داخلين على احفير اخرى نباتية وحيوانية طبعا احنا كنا الزواحف العملاقة بالنسبة لحفير النباتية والحيوانية بالنسبة لنشوفها يا سيد محمد انا لقيت احفير لزواحف عملاقة احفير لزواحف عملاقة موجودة زواحف عملاقة متقدرش تاخد البحار يعني مش هتقدر تيجي من افريقيا مثلا لامريكا لقيت الاحافير دي متشابهة تماما بكل الصفات بتاعتها موجودة ايه ما بين امريكا وافريقيا الاحافير ممتدة في القرارات ما بين برضو القرارات الايه الاخرى فوجود الاحافير القديمة التي لا تستطيع خوض البحار في القرارات الجنوبية دليل على ان القرارات دي كانت كانت ملتسقة وحدث انجراف ايه حدث انجراف قاري نفس الكلام ابا شواء ما حضلك بعدين اللي هو النباتات بوجود بقايا نباتية قديمة الان النباتات دي موجودة في القرارات موجودة في القرارات المختلفة نباتات القديمة زي طبعا اخدناها في العصر الترياسو فلانا ايه في القرارات المختلفة دليل على حدوث ايه انجراف قاري ايه برضو لو حضرك ايه لو معاك خريطة صورة كده نشوفها مع حضرتك معانا صورة الوقتي بتأكد اتصال جزئين الاجزاء الجنوبية للقرارات طبعا ادي قارة افريقيا وامريكا الجنوبية لو شوفنا كده بعض الاحافير الحافير ديت لمين زي ما احنا شايفين زواحف من جنس واحد زواحف بداية ما بتعيش الوقت وجدنا لها حفريات وجدنا الحفريات دي متمثلة في القرارات البعيدة ديت وزي ما مصر ريشام قال الاحافير ديت كائنات دي اطرافها ضعيفة تدل على ان هي ما تقدرش تخوض مياه البحار او المحيطات نفس الكلام بزوروا اوراق نباتات اولية متشابهة في الاجزاء الجنوبية للقرارات ده بيؤكد ان اكيد هذه المناطق كانت متصلة معا قديما وبعد كده حدث لها تباعد نتيجة الانجراف القرارة دي امثلة لبعض الاحافير يبقى كده عندنا في جزئية الانجراف القرارة مصر ريشام تلت انواع من الاحافير شعاب مرجانية زواحف من جنس واحد زي ما اكدنا بزوروا اوراق النباتات الاولية او البداية اللي وجدها العلماء في الاجزاء الجنوبية من القرارات الله يفتح لك نرجع بقى لشاهد اخير بقى مصر ريشام اللي هي جزئية التراكيب الجيولوجية او البناء الجيولوجي للقرارات عايزين اكد برضو من خلال البناء الجيولوجي للقرارات ان فيه مناطق كانت متصلة قديما وعلي كده حدث لها انفصال كانت عندي يا سيد محمد فيه بعض سلاسل جبلية سلاسل جبلية موجودة ايه في القرارات الجنوبية متشابهة اوي يعني مثلا ايه اجي على غرب افريقيا هابل شوه على الخريطة برضو على غرب افريقيا ايه متشابهة جدا جدا مع الجبال الموجودة في شرق امريكا يعني مثلا ايه نشوف مثلا هنا في هنا سلاسل جبل في المنطقة دي متشابهة جدا 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 مع الجبال الموجودة في هنا ده الغرب بتاع افريقيا مع شرق بتاع امريكا وبلاء برضو جبل ارجنتين بالتحزينها مصر او لا ارجنتين الموجودة الله يفتح عليك في الجبل ارجنتين وبرضو في شرق افريقيا مع الجبال الموجودة في ايه من غرب استراليا الى شرق استراليا سلاسل جبلية متشابهة كلها سلسة الجبلة المشابقة يبدلل على وجود انجراف قاري وجود انجراف قاري دي كلها شواهد ربنا يكرمك كده يا ريت تجمعنا كده ايه يبقى احنا كده اكدنا كده من خلال انجراف القاري مرة اخرى قلنا يمكن ابتدينا رحلة فيجنر من البداية وقال يا جماعة التشهيب وما بين الحواف بتاعة القارات الشواطئ المختلفة اني شواطئ بالضبط الشواطئ الغربي لاوروبا وافريقيا مع الشواطئ الشرقي لامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية شوفنا كده البناء الجيولوجي اكد معايا سلاسل جبلية متمثلة شوفنا عندنا جزئية الاحافير مرينا على تلات مجموعات من الاحافير اكدنا عليهم الواتف وشوفنا برضو جزئية اخرى وهي جزئية رواسب المسالج القديمة دليل يؤكد اتصال القارات والمناطق الجنوبية وبعد كده حدوث انفصال لها شوفنا مع بعض رواسب زي رواسب الفحمة حفريات الشعاب المرجانية قلنا المتبخرات القديمة وقبل كل دولة اكدنا كمان على شاهد اخر اللي ممكن يفسر حدوث الانجراف القاري في اي جزء على سطح الارض وهو المناطق الصية القديمة مصر رشام كده بنرجع لجزئية تانية مصر رشام كيف حدث الانجراف القاري كيف حدث الانجراف القاري ازاي العلماء ادروا يفسروا بعد كده بعد الكلام اللي قاله الفرد فيجنر والعلماء اللي جون بعده عايزين يا ربا كيف حدث الانجراف القاري مع حضرتك والله فيجنر كان قال ايه التيارات الناقلة للحرارة في السيمة لها قدرة هائلة على تصدع الصخور وتجعودها وظهور سلاسل جابلية على حواف القارات مما يؤكد ايه الانجراف القاري بعض العلماء يعني ايه كملوا الدراسات دي ما كانش ايه يعني التفسير ده ما كانش مقنع قوي مية في المية بس هو التفسير عندنا لما يجي اسألك يقولك ما سبب الانجراف القاري عند فيجنر او ما سبب حدوث الانجراف القاري في دوق نظرية فيجنر هتقولي الجملة اللي انا اتكلمت عليها دي طب هنيجي نتكلم بقى عن الانجراف القاري بدأ بعض تلات علماء تانيين اوليفر وايزاكس وسايكس اوليفر وايزاكس وسايكس عملوا نظرية جديدة خالص اسموها نظرية الالواح التكتونية نظرية الالواح التكتونية النظرية دي من اللي عملها اوليفر ايزاكس وسايكس احنا كنا زمان كنا بنكلم بنقول ايه ان الارض عندنا محمد كنا بنكلم ايه ان القشرة الارضية بنقسمها الحاجتين قشرة قارية وقشرة محيطية كنا نتكلمنا بالمنظر ده جينا هنيجي دلوقتي ايه في اوليفر وايزاكس وسايكس هيكلموا ايه هيقول لي ان القرى الارضية القرى الارضية مغطاة بمجموعة من الالواح القارية والمحيطية هو بيعتبر القشرة القارية دي بيسميها لوح والقشرة المحيطية بيسميها برضو لوح بس طبعا ايه بيبقى فيها طبعا لامتدل جوه الكرى الارضية مغطاة بمجموعة من الالواح القارية او المحيطية او كلاهما معا يعني ممكن اللوح نفسه يبقى قارة قارة ممتدة مع القشرة المحيطية دائمة الحركة والبناء والتكوين الواحة دي هو القارات دي هو بيعتبارها الالواح دي موجودة جنب بعضها لو تحرك لوح واحد لازم بقيت الالواح تبقى فيه حركة موجودة لها ليه؟ الكرة قردية يا سمو محمد عبارة عن كرة كرة فلو فريقة تحركت كده لازم ايه؟ سواء انها تحرك الالواح اللي جنبها او الالواح اللي بعدها سواء انها كرة فبتتحرك دايما من خلال طبعا ايه؟ شقوق عميقة جدا جدا من سميها الاغوار او فيه سلاسل جبلية بتبع حدودها الالواح دي سلاسل جبلية او اغوار بحرية عميقة تعالى بقى ايه؟ نتكلم على الحركة بتاعت الارض نشوف كده مع بعض جزئية حدود الالواح تكتونية احنا بنأكد اوات لو جي نشوفنا الكشرة الارضية فيها سبع الواح كبيرة سبع الواح دي بيصل سمك اللوح تقريبا لمية كيلو متر الالواح ديت زي ما مستر ايشان اكد بعضها قاري بعضها بنجد ان هنا بعضها محيطي في قاع بحراء او المحيط زي اللوح اللي هادي مثلا بعضها بيشغل الاتنين بيبقى قاري وفي نفس الوقت محيطي طب حدود الالواح ديت فين؟ فبعض المناطق بتبقى سلاسل جبل كبيرة زي مثلا ما اخدنا قبل كلا سلاسل جبل هملايا شمال الهند بعضها بتبقى في قيعان البحر والمحيطات عند مناطق بنطلق عليها مناطق اغوار مناطق عميقة بحرية عميقة ببسل ليها قاع البحر كلا في الحتة دي في جزء كبير عميق هنأكد عليها بنسميها اغوار مناطق اخرى ممكن نجد فيها يمكن مناطق اخدناها اكدنا عليها بكلا حدود مناطق حيد وسط المحيط ممكن تبقى عندها حدود للالواح التكتونية اللي عندنا يمكن دي كلا تلات اشكال لحدود الالواح اللي موجودة عندنا لو جينا شفنا طبعا الواح دي تسابع الواح كبار بيوجد ما بينها بعض الالواح الصغيرة الاخرى بأكد مرة تاني سمك اللوح بيصل الى مئة كيلومتر الالواح دي تدائمة الحركة يا طرع ايه سبب حركة الالواح مستر هشام والله يا سيد محمد هنأتخيل ايه ربنا اكرمك الالواح دي سبب حركتها لو نجل دي الخريطة دي ادي مثلا نفترض دي قشرة قرية مثلا بيبقى فيه عندي طيارات ناقلة للحرارة على طيارات الحمل موجودة بيتموجود في الايه في طبعة الاسنسفير كنتكلمنا عنها طيارات دي ليه ايه طيارات يعني واخد اتجاه هدوم ماشى الاتجاه ده اتمشى كده اتمشى كده في الناحية التانية يكون لازم يكون فيه واحدة عكسية اسم محمد ودي شفناه قبل كده في فيديو مع حضرتك كان جميل جدا 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 دي هتبقى ماشى كده هتبقى ماشى كده دي هتبقى ماشى كده هتبقى ماشى كده ماشى ماشى تعالي بقى اسم محمد هنا بنقول طيارات ناقلة الحرارة او طيارات الحمل بنقول طيارات الحمل الدورانية بص لانها عبارة كلها عبارة عن دوائر كويس طيارات الحمل الدورانية هنا هدوات هنا الجزء ده متصاعد ومتصاعد فيحصل هيكون لي ايه? يبقى عنده هنا طيارات حمل دورانية صاعدة. طيارات حمل دورانية في منها صاعدة. وفي طيارات حمل دورانية يا اسم محمد هابطة. هوري لك الاتنين على الرسم. هابطة. هنا طيارات حمل دورانية صاعدة. هنا بص ده الاتنين دوت بيهبطوا مع بعض. هابطة. تعالي بقى نتخيل المنظر هيحصل ايه? طيارات الحمل الدورانية الصاعدة. هتكون لي هنا حيد وسط المحيط. حيد وسط المحيط. يبقى في عندي طيارات حمل دورانية صاعدة. هنا هتكون لي حيد وسط المحيط. فبالتالي الاجزاء دي حتى تبعد كده لان انتجة التصعب ده هيحصل هنا تبعد. طيارات حمل هابطة. طيارات حملها هابطة. هيحصل ان الجزء ده. هناخدها بالتفصيل بعدين. واخد بالك ازاي? هتكون هنا كده. يبقى طيار حمل هابطة. هتكون لي اغوار. طيارات حمل. يبقى ايه سبب حركة الالواح التكتونية. طيارات الحمل الدورانية. ده بسبب التباين في في درجات الحرارة. بتحصل. ده ديرات الحمل الدورانية. في منص صعيدة بتكون لحيد وسط المحيط. والهابطة بتكون لاغوار. وريد اشوفها لان كان عندك فيديو جميل جدا يريدت دوارة يا سبحانه. نشوف كده عبنا عنا بناتنا الاهزاء. لو جينا يشوفنا عندنا ازباب حركة الالواح تكتونية مراتين. اسفل الكشة الارضية منطقة الاسينوسفير او المشاح العلوي. بيحدث هي دوامات طيارات الحمل. ادي النوع الصاعي ده. ضغط على الكشة الارضية. كون منطقة حيد وسط المحيط. وادي النوع الاخر. طيارات الحمل الهابطة. لو جينا يشوفنا عندنا بتؤدي الى حدوث تكوين مناطق اسمها اغوار. يبقى دي ادي مناطق حيد وسط المحيط تكونت نتيجة مين? نتيجة تأثير. زي ما احنا شوفنا كده مناطق حيد وسط المحيط في المنطقة دي يا مستر ريشام. الله يبتعليك. بص مرتبطة ايه بتتصاري عسو محمد فبتلعي الحتة دي هيحصل تشقق فيها لو خط الابيض انت جايبه. جميل خلي بيكي كده العكس عشان بتعملها ليش هابط. تمام. لا كده. اه. الله يبتعليك. عشان توصل اه توضح اكتر منطقة حيد وسط المحيط ايه. الله يبتعليك. هنا حضارك عند الخط اللي هو الروفية ده الابيض ده. حضارك الانسناق ده طبعا بيؤكد ان لو لاحزنا حركة الصخورة على جانبيه بيحصل تباعد. الله يكلمك. بالعكس الناحية التاني على الطرف التاني كان بيحصل اللي هو جزء بيبدأ يهبط. فبكينولي حتة اسمها ايه. ايوة الجزء. مين الاولى. بتزهر الوقت ايه. ايوة الله يفتح عليك. اه. اه. ادي مناطق الاغوار اهيط واضحة جدا عندنا. ومناطق حيد وسط المحيط واضحة جدا. والسبب ده مرة تاني. حركة دامات طيرات الحمل الايه والايه مرة تاني. صاعدة والهابطة. والطيرات ده مزي ما قال الفيرد فيجنر. ولكن اه ما بتحصلش في اه سخور السينو. ولكن اكدنا هنا ان هي بتاعت السمنطقة الاسينوسفير او الوشاح الاجو. طب الخريطة الرسمة اللي انت جيبها لك جميلة دي. اه جميلة اول. انا ممكن يعني الرجل الممتحن يجيب الرسمة دي زي ما هي. اه. اه. هيمسح الكلمات اللي هي اغوار وحيد وسط المحيط والاغوار التانية. يقول لك. يجي لك مسلا على اغوار دي ويكتب واحد. يقول لك ما سبب تكوين المنطقة واحد. مش عاوز مش عاوز اعرف اسمها. انا مش عاوز اعرف. فطبعا سيدي هتقول له ايه بسبب تكوين بسبب حدوث طيارات الحمل الدورانية الهابطة. بسلا برضو ممكن يجي عند حيد وسط المحيط وقول لك ايه المنطقة اثنين مثلا. يعني ممكن يسألك سؤال مباشر اه عادي يقول لك ايه دي حيد وممكن يسألك ما سبب تكوين المنطقة اثنين. هتقول له طيارات الحمل الدورانية الصاعدة. كويس؟ السؤال ده هنا ببقى جميل جدا وليعبي فيه لزيز يعني. ملاسهلة لزيزة او 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 او. نشوف اه. عدريك يا. نرجع بقى يبقى كده عايزين ناكد بقى مرة تاني كده اخدنا ان القشة ارضية فيها سبع الواح كبيرة وبينهم الواح صغيرة الواح دي بتتحرك نتيجة تأثير دوامات طائرات الحمل الصعيدة وشوفنا بتعمل ايه والهابطة وشوفنا بتعمل ايه سؤالنا الوقت بقى يا ترى ايه هي انواع حركة الواح الدكتونية هل نشوفها برضو كده فكرة سريعة مصدر الشام الله يكلم هو عامة دلاتي من الخريطة للرسمة دي وهبقى فيها عندك رسمة جميلة قوي اوه هنا هنا لو انا ملاحظ بالنسبة للرسمة دي انا شايف كده ايه الجزء ده بتبدأ الواح تبعد عن بعضها هنا اللوح دوت بيبدأ بيتقاربوا من بعضهم بيحصل تقارب هنا يبقى عندي دلاتة مبدئيا على الخريطة دي في عندي حركة الواح تباعدية هنكلم عليها يا سيد محمد حركة الارواح تباعدية وهنا الواح تقاربية في نوع تالت في الرسمة في كتاب المدرسة هنشوفها يبقى ايه في انوع تالت دلوها انزلاقية نشوف الصورة دي مع حضركة الاول قبل ما نتكلم عن ايه انواع الحركة طيب نشوف كده مع بعض ابناءنا بناتنا الطلاب عندنا التلات انواع من الحركات واضحين جدا معنا في الرسمة دي تعالي نشوف كده ادي منطقة حيد وسط المحيط بالشكل ده كده دوامات طيرات الحمل الصعيدة بتعمل على حدوث حركة تباعدية في هذه المناطق ما شد الواح ديت للجانبين بيتسع زي ما اتفقنا قاع المحيط في هذه المناطق يبقى دايما عند مناطق حيد وسط المحيط تحدث حركة تباعدية للالواح ممكن يحصل بقى حركة من نوع تاني تقارب للالواح وعايزكم تأكدوا برضو معايا ممكن يحدث تباعد اسف في مناطق تانية غير مناطق حيد وسط المحيط ممكن يبقى تباعد في كشة قرية مثلا وصل ايه لوح قاري بالشكل ده كده يحدث عنده تباعد وتتباعد اجزاء اللوح القاري ده زي ما كنا بنتكلم من شوية اللي حصل في قارة جندوانا التقارب بقى ممكن يحصل ما بين كذا صورة يمكن دي هنأكد عليها واحنا شغالين ممكن كشرة محيطية ديت تتحرك بالشكل ده كده واتقرب من كشرة قارية يبقى كده حصل حركة تقاربية ما بين لوح محيطي ولوح قاري ممكن يحصل تقارب ما بين لوحين محيطيين ممكن زي ما احنا شايفين في المنطقة دي كده لوح محيطي اوات ولوح محيطي اخر اندس او هبط اللوح المحيطي الاول اسفل اللوح المحيطي التاني ولو لاحظنا ده في صورة هنا واضحة جدا الجنب ده كده شايفين في دخين متصاعد هنا بالشكل ده كده ده دليل على ان دي براكين في حالة ثورة ومكونة كمان جزر بركانية خلفها بالشكل ده كده اوات طبعا فيه برضو بيحصل تقارب ما بين لوحين قاريين هنأكد عليهم مرة تاني نلاحظ حاجة برضو في الحتة دي كده منطقة حد وسط المحيط طب ليه تكملتها مش ماشية للاخر الصورة دي كده عدل على طول ليه تحركت جانبيا شوية كده ناحية اليسار هنا اكيد فيه حصل صدع او فالق فالق ده حدث نتيجة او قد كان ناتج من نواتج حركة اخرى بنطلق عليها حركة انزلاقية للالواح والله بتحركت اسمه يبقى كده احنا وانحنا نتكلم يمكن بصينا كده عن موضوع بصورة عامة هنمسك كل حاجة وانأكد عليها بالتفصيل مع مستر ريشان يبقى عندنا حركة تباعدية حركة تقاربية حركة انزلاقية او هنسميها تطاحنية شو واحدة واحدة كده الحركة التباعدية الحركة التباعدية هفترض ان هنا ده لوح وده لوح ده لوح تكتوني لوح تكتوني وده برضو لوح تكتوني هلاقي هنا يا اسم محمد لو جاب لي بلوكين كده بالمنظر ده في الرسمة ورسم لي كده يبقى عليها ايه شايف السامة يا اسم محمد مشين عكس بعض مشين عكس بعض فتجين متضادين فمشين عكس بعض دي haقول لي وبيتبraft عن بعض باقول عليها حركة تباعدية دي بتنسميها الحركة التباعدية دي الحركة التباعدية ديت اولا اا اول حاجة انا هي نتيجة قوة تشد حاجة تانية حركة بنائية بنائية يا اسم محمد انا هتلع بيطلع من هنا صهارة دي بتشد ما بتشدش وبتبقى هنا بفراغ لأ بتتشد وبتميلي بسخور بتتشد وبتميلي سخور فالمسافة هنا او المساحة هنا او المنطقة دي بتجبر يبقى حركة بنقية لان ايه هتتبني لوح جديد او هتبني جزء جديد اللي هو ايه هنتسميه قاع المحيط حركة بنقية نتيجة قوة شد بيانتج عنا تكوين حيد وسط المحيط عندي امثلة ليها اسم محمد اه عندي امثلة مثال مشهور جدا 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 نشئت البحر الاحمر نشئت البحر الاحمر هتخيل بس اسم محمد كده ايه حاجة جميلة قوي هنا على الخريطة بس بسيطة وبانا ارجع تاني البحر الاحمر اصلا اصلا اهو البحر الاحمر هنا البحر الاحمر كان اللوح الافريقي ده اللوح الافريقي هو والأسيا كانوا لاتنين جزء واحد تقريبا اهو لو فرضنا هي بص افريقيا مفيش هنا مفيش سوري الجزيرة العربية مش موجودة بنقول عليه اللوح العربي حصل هنا شأ او حصل حركة معودية بدأ يتباعد اللوح الافريقي عن اللوح الايه اللوح العربي عن اللوح الافريقي اللوح العربي عن اللوح الافريقي فنشأ عنه ايه البحر الاحمر البحر الاحمر موجود هنا فبنقول ايه نشأت البحر الاحمر نشأ نتيجة تباعد او تباعد اللوح العربي عن اللوح الافريقي حصل التصدق الاول فتبعد اللوح العربي عن اللوح الافريقي وكان التباعد ده بمعدل اسم محمد بمعدل اتنين ونص waiting لكل ايه سنة ده مثال يقول لك سبب ناشية البحر الاحمر تقول له ايه بسبب تبعدوا اللوح العربي عن لوح الافريقي بمعدل كذا لو تورييلي كده صورة جميلة كده من عندك او الفيديو ابنائنا بنابنا العزاء لو شفنا كده الحركة التباعدية للالواح نشوفها مع بعض كده حركة ديت حدثت عندنا زي اللي حصلت بالشكل ده كده قديما في قارة جندوانة لو جينا شفنا عندنا كانت القارة ديت قتلة واحدة من الياب زي ما احنا شايفين تشققت القارة ديت وحدثتها حركة تباعدية لاحظوا معايا كل ما بتطلع المجمى بتعمل على اضافة صخور جديدة وتتكون احواض محيطية جديدة نشأ فيها المحيط الاطلانتي زي ما احنا شايفين بيحصل اتساع لقاع المحيط وكل ده نتيجة تأثير دوامات طائرات الحمل الصاعدة وقوة الشد الجانبية اللي بتحصل اللي بتؤدي الى حدوث اتساع لقاع المحيط وتكوين قشرة محيطية جديدة كل شوية بتتسع بالحركة ديت اتكون المحيط الاطلانتي بالحركة ديت اتكون المحيط الهندي كمان طبعا لو جينا شوفنا عندنا الحركة ديت مستمرة على طول شايفين كده ادي الاجزاء الجنوبية من قرارات العالم قديما شايفين التباعد اللي بيحصل نتيجة التباعد ده اتكونت قشرة محيطية وهنا جديدة كوينت المحيط الاطلانتي في هذه المنطقة وتكون كمان المحيط الهندي في هذه المنطقة يبقى طفات القارج جندوانة قديما نشأ عنه تكوين المحيط الهندي والمحيط الاطلانتي نلاحظ حاجة برضو كده المحيط الهندي واضح جدا هنا في نفس الوقت بصوا بقى اللوح العربي كان متصل قديما باللوح الافريقي شايفين الحركة التباعدية ديت الحركة التباعدية ديت نتج عنها مرة تاني تكوين البحر الاحمر في هذه المنطقة نأكد عليها مرة تاني نشوفها كلا مع مصر الشام مرتين شايفين اللوح العربي واللوح الافريقي القديمة كان كتلا واحدة بالشكل ده كلا مصر الشام اه بص يعني افريقيا مع الجزيرة العربية حتة واحدة حتة واحدة تماما حتة واحدة فلو حضرتك تحركلي هيبدأ يحدث التصدع هنا عندما بين اللوح الافريقي اللوح العربي واللوح الافريقي بص وتحرك اللوح العربي بيد عن اللوح الافريقي مكونة عن البحر الاحمر ودي من المثال يبقى عندي دول سؤاليين علّل نشأة البحر الاحمر او نشأة المحيط الاطلانتي والمحيط نتيجة تفتق بالنسبة للبحر الاحمر بقارقة افريقيا وانفصال اللوح العربي عنها نتيجة حركة تباعدية للألواح بينما لو قال لي نشأت المحيط الاطلانتي او المحيط الهندي هنأكد نتيجة تفتق قارج جندولة قديما وتباعد القارات عن بعضها قد نشأت المحيتين دون الوقت مع حضرتك بيخلص بسرعة مصر يشام بنشكر حضرتك كتير في نهاية لقاءنا النهاردة بنشكركم أبنائنا بناتنا الطلاب بنشكر كل برضو فريق الإعداد بنشكركم على متابعتنا ونستكمل لقاءنا في الأسبوع القادم إن شاء الله مع نظرية الألواح التكتونية ونكمل أنواع الحركات الأرضية ونكمل أيضا الزلازل إن شاء الله نراكم دائما بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته